السلام عليكم اخواتي الغاليات ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال كما راكم تشوفوا احباباتي اليوم جبت لكم هذا الاكواب انتع الكيك الروسية يعني جات ما شاء الله درتها لكم بعدة اذواق و بعدة طرق عندنا طريقتين تحبوا تديروا الطريقة اللي تحبوها تومة والغريب في الامر اني دخلت لكم القزوز في هذا الكيك يعني اشتعرفوا بلي نقدر ندرهم بوش حبينا احنا القزوز شوفوا واحدة ما تقول لي ماشي صحية ولا حاجة يعني الكيك هذا بكل وراء مشي صحي يعني اللي بغات حاجة صحية اكيد منشح تخدم هذا الكيك والغريب فيه عبارة عن عطر حتى هو وفيه ماء غازي وفيه اشياء اللي فيها اللي في جميع الاشياء اللي رانا قاعدين نشروها مثلا كما العاصر كما اي حاجة نشروها رام كيني في القزوز بش متقول ليش باك على القزوز مثلا مش صحية يعني قلت لكم راو كل شي مش صحي هذي للاشارة فقط بش ميبدوش تعليقات هذوك السلبية ليشغله غير بالسلبية ويخليوا الإيجابية نبدأ اخواتتي فلجي نواسعنا هي اللولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والصلاة والسقاء التسليم عندنا اربع بيضات كاملة مع اربع ملاعب كبيرة من السكر وعندنا شوية فانيليا ورشة الملح هذو الحويج اللولا اللي ندرهم كامل مع بعضهم ونبدأو نخفقو فيهم نجيب الباتير ونقول كيفاش تبدأو تخفقو بش تحصلوا على خاليطة رائع لكن هنا أربع بسرعة الأولى أو لا تحصلوا إلى البيض لأ його Beh electricity يعني 10 ثواني لاساتي ثم تحصلوا إلى السكر و commanded anxiety والخلط أيضا أربع اكتصف هذه الثاني حفي النظام وتحصلةبل شديم على قائمة ضقة الخاليط هذا كيف تعرفوا باللي وصلنا للقوام المليح يعني وكان ديروا فيه كيردوه هكا خشبي يعني هكا نوقفوه رح يبقى وقف هذيك هي الدرجة اللي بغينها ومبعزت اربع ملاعق كبيرة من الزيت يعني هذا الكيك اللي رانا نقدموه فيه هو كيك الملاعق ولا كيك كينتع خمس ملاعق خمس بيضات خمس ملاعق اربع بيضات اربع ملاعق فهمتوني خلطت مليح الزيت هذيك على الدرجة الاولى برك يعني شوية برك ومبعزت اربع ملاعق كبيرة ثاني من الماء تحبوا الديروا ماء ولا حليب كما تحبوا انتو ماء وبعدها نحيو خلاص هذ الباتر ونبدو نضيفو ثاني اربع ملاعق كبيرة من اه الطاحين ولا الفارينة يعني الملاعق عمروهم ليح كما راكم تشوفو هكا بومبي مش يجبل الخلاص مسحوما بومبي مع نصف كيس اخمرها كيميا ايامي وعادل خمسة جرام ونغرب لهم على دفعات يعني هكا دفعتين ولا ثلاثة شوفوا رح ندير الناس فتحهم بركة ونخلط من اسفل الاعلى بشوية بشوية متشوفوش اللي هنا نسرع لكم في الفيديو بزاف على بها يبينكم اراني نخلط بسرعة بصحية مش نخلط بسرعة نخلط بلايق الخلاص حتى ندخل هذك الفارينة تعيعني لدفوعات تحصلوا على واحد الكيك يا البنات ما تصدقوش يجيكم ما شاء الله يجيكم خفيف وهش جدا والكيك رو اختياري تحبوا تديروه حتى بلابيض مش مشكلة تحبوا تديروه حتى الكيك بلابيض يعني ما يحبوش البيض ولا عندهم تحسس من البيض يعني الكيك ديري كما تحبين تياما مش مش محتم تديري جينواز ولا فهمتوني يعني يديرو الكيك اللي تحبوته وما اجبت هنا سنوات عيال بنات 35 على 30 سنتيمتر تجيكم يعني تزلكم نفس الشي نفس الوصفة هذي ومبعد يعني تحطوها هكا وتسطحوها يعني بسباتيول ولا بكوبات كيما تحبوتوها ومهم تسطحوها ذوك تشوفوا معايا راح نعدلها بالكوبات هكا تعدلوها مليح ومبعد قبل ما تدخلوها الكوشة لازم تجيبوها كيردون ولا موس ولا حاجات ديروها كخطوط باش يعني تضمنو باللي ما تجيكمش يعني جيها طالعه على جيها وتزيد وتخبطوها هكا ثلاث خبطات هكا بالخف بركة وتدخلوها الكوشة تقوم حوالي عشر دقيق تكون طابت يعني الكوشة تكون سخونة على درجة حرارة 150 دراجة وطيبوها عادي شفو البنات هنا هي سخونة هكا كونا مرمتها قد يعني هذا الجينواز هذي مزية من بكري راح نديرها يعني هكا اقراص صغار يعني وكنجيت راح نديرها رولي هي تصلح يعني هذا الجينواز فرولي بس لازم تخليوها تبرد شوية ومبعد تحركوها يعني اكم تعرفوا الجينواز تحركوها هكا كوها سخونة راح تتفتت راح نخليها شوية هكا يا البنات تبرد شوية بركونا نرجع لها بعد ما ترجعو لهي البنات تحكمو تطبعوها كي ما تحبون تومة على حسب الأكواب اللي عندكم تومة دهكوا تشوفوا معي الأكواب اللي عندي أنا يعني كنت شريت هذو الحق ملقيتش هذو كل عندهم مقفال كي ما رام يشيروا فيهم البنات هنا في بسكرام ملقيتهمش هنا يعني في العالية أنا شريت هذو برك يعني ميهمش تومة الرسم ما تشوفوا ليش الرسم هو تحتها يخرج ومبس حنيا يعني شريتهم غير بش نجرب لكم هذي الوصفات تشوفوها يعني لي سخفى عليها ولا بغا تتجرب يعني تقدروا تطبعو بفرد مولي البنات أنا بغيت ندير هكا يعني على حسب الكاس تعيل تحت جلقم كما نقولو احنا وولا القاعدة تعوجات صغيرة تبعت ببليمول صغار شوية وفي الوسط يعني متوسطين وفي الفوق اللي راح نديرها الفوق درتها كبيرة وكاين اللي يتبعو بنفس القرص يعني يخدمو بهم الفوق التحت يعني جيكم شوي ضيقا لتحت ومسهم بعد عادي يعني ما يهمش قلت لكم تقدروا تطبعو بأي يعني حتى كوب عندكم تقيسو على هذك الكوب يعني تطبعو به ما يهمش وهذا الفوتات نحتاجوه يا البنات نديرو به طريقة ثانية راح نديركم طريقتين يعني شفتهم في التكتوك يديروهم بالكيك عادي هيكا كامل ويديروهم ثاني بفوتات الكيك هذ الكيك هذا راح نفتتوه حتى هو نخدمو بيها اكواب راح يجيوكم رائعين حتى هما ما شاء الله تحبو ديروها يعني كيك بالشوكولا يعني تنقصوا مغرف منتع من الفارينا تعوضوها بالكاكاو وش هو في الكاكاو ما تديروهاش بومبي يسر كي متع الفارينا يعني نقصوا مغرف بومبي منتع الفارينا وعوضوها مغرف فتاع كاكاو ما هيش بومبي بزاف الكاكاو ويشرب بزاف ويجيكم الكيك تاعكم مناشف هنيا راح نخدم الكريم شانتي يعني كل واحدة كيفاش تخدمها انا مرفا ندير كيله بكيله اليوم درت يعني كيله نتع الماء ودرت يعني كيله نتع الماء وكيله نتع الغبرت الشانتي وشو الكيله نتع الماء نقص منها شوي بش تجيني شوية يعني كما نقولو احنا حاكم مع راحة وللامانة يعني لهذا الوصفة يعني لهذا الكيك هذا كامل وهذا الاكواب كامل حتاجيت يعني درت هذا الكاس انتع كريم تشانتي وزيت نص يعني زيت نصف كاس من بعد خلطو يعني مكفتنيش زيت خلطت نصف كاس ما معا نصف كاس كرام شانتي للامانة بش اذا بغيتوا تديروا هذا الكمية يكون على بلكم قدوها راح تخفقوه في الشانتي هنا نحيت شوية الكريم بيضاء للاكواب الاخرين تع الفارولة وتع الاخر وزيت يعني هذا النصف ثاني درت له شوية تع الشوكولات خمسين جرام تع شوكولات ذوبتها وزيتها معها تحصل على قاناش ما شاء الله يعني شغل قاناش مونتي هو بيدون كريمة سائلة ويجي بنين بزاف يعني خرمت على الكاكاو هذي تع الشوكولات اللي تزيدوا له الشوكولات يجي خرمت على الكاكاو بكل صارح هكا وهذيك الطرف اللي خليتها واحدة هي البنات هذيك اللي تزين فقط نديلها مولوينة مبعد ونزين بيها ومبعد هي البنات اللي قلت لكم زدت يعني للامانة وقلت لكم نعودها اراني درت كاس ونصف الكريم شانتي لهذه الكمية كاملة تعل هذا الاخر يعني احتاجت كاس ونصف الكريم شانتي راح نوجد لهنا القزوز داعي كما راكم تشوفوا قزوز راح نسقي بيها فقط يعني يتمدلكم الاضواق اللي تحبوه بلا ما تغليوا الشاربات بلا ما تتعبوه درت لهنا نتاع الكوك كولا وقزوز يعني ارواه رمان ووجيت لحواج تاع الحشو هنا شوي بانان عندي طوفيا كراميل وشوية فوغاج نتاع الفارولة وشوكولاتة الطلي وهذو كل الكريمات اللي درناها مع بعضانا كريمت الشانتي بنكهة الفانيليو بنكهة الشوكولة ونبدأ نمونتي وعفوا نفي الكيك تاعنا درت شوية يعني هنا يتاع الكيك طبقة الاولى نسقيها يعني بهذيك القزوزة الحمرة يعني هنيا راح ندير ذوق فارولة سقيتها بالقزوز الحمرة وندير كما راكم تشوفو طبقة كيك طبقة كريمة طبقة نتاع الفوغاج ونزيد نكمل هكا حتى نكمل طبقة تاعي كاملة يعني كل شي رواضح كما راكم تشوفو ونضغطوها مليح ونزيدو يعني نليسيوها الفوق المليح مليح باش مبعد نزينوها كما نحب كعين ثاني اللي يدرو هكا ديكوجيل فوق يعني يختمو بالديكوجيل انا حبيت نديرها بسيطة جدا هنا راح نديرو تاع ذوق الشوكولات حتى هي ندير طبقة كيك طبقة كريمة طبقة شوكولات الطلي وزيت معها البانان يعني من الذوق مليح مع الشوكولات ونكمل بنفس طريقة حتى نكمل الكاس تاعي كامل وزيت در ثاني تاع الذوق الكاراميل حتى هي كما الشوكولات درت لها كما الشوكولات حتى هي بالبانان درت لها طبقة نتعلى اخروا نشربهم هذو تاع الشوكولات وتاع البانان شربتهم كامل بالكوكاكولا وتحبوا تشربوا بقهوة ولا بحليب كما تحبوتوما يا لبنات انا حبيتنا نشرب اليوم بالقزوز وعجبتني جت ما شاء الله يعني شوفوا جربوهم تماما لدياركم في الاطفالكم ولا لكم تماما وكل شيء ذوق يعجبوكم بزاف يعني هيك بطريقة خاطر شفت بزاف يعني محترفات محترفات يعني في التيك توك يعني يخدموا الكيك وطلبيات ويشربوا بالماء عدوية يدروا موسكور ما عادوش يغليوهم ما لقوتهم يدروا بموسكورة لما ندرش أنا بالقزوز منها فيها النكهة ومنها فيها كل شيء يعني وجو ما شاء الله يا لبنات صدقوني راح تعودوا تعتمدوها يعني وتعودوا وتشربوا بالقزوز وبلما تعبوا رواحكم وبلما تدروا السيروات وطيبوا السيروف طابونا كملتهم يا لبنات كامل بنفس الطريقة ودرتكم حتى طريقة الفوتات كيفاش يعني كنت درت لكم يعني واناني نهضر يعني في لفس الوقت وانا هنا يا لبنات قاعدة نلون في الكريم شانتيين ب نبغيتش ننحي اللقطات يعني كنت حابا كنت نقدر نعتلكم يعني لبوش بارك نقولكم ها هي كي الكريم شانتيين لونتها بمولوينات غذائية بس حقوت البنتي ها يا صوريلي بارك أنا قاعدة لونه وانتي صوريلي درت مولوينات غذائية لي عندي يا لبنات كيما نظر قاعدة كوطاع الشوكولة ودرت منه يعني هنا وتزين كيما تحبوا يا لبنات شوفوا هنا درتك كيما راني نشوف يعني في التيك توك وكيما يعني في التيك توك بزاف بزاف يعني تعلمت منه وحواج ما نكذبش على خطر فيديوهات قصيرة ومحتوى يعني كم تقولوش تيك توك مش مليح يعني الحاجة فيما استغلتها راح تلقيها تستغليها في الخير يعني هاكي تلقي الخير تستغليها في الشر تلقي الشر يعني التيك توك أنا نشوف فيه وصفات ما شاء الله نتعتبخوا تحلويات وتع كي كي كا فيديوهات ما شاء الله وتعلمت منه بكل صراحة تعلمت منه بزاف حواج شوفوا يا لبنات هنا نزينه كيما نحبوه أشكال كيوت بزاف الأطفال وللكبار يعني جاو ما شاء الله درت لهنا شوفوا هذه هي اللي قارطني شوفوا لهنا بي هابي جات كأنها فين محيالي مجاتش بي هابي يعني اللي شوفها يخلع موش يفرح هذه اللي ضحكتني بزاف الباقي جاو ما شاء الله يعني حاولت ندير أشكال يعني لرامت عن دونس ونشوفهم هكا عند خاصة الكوريين يديروا هاد الأشكال وحبيت نعتلكم يعني كيفا هدرت بشتعفوا بلي أشياء بسيطة جدا شوفوا كيفا هجوا ما شاء الله أنا عجبوني بزاف والأطفال الثاني عجبوهم متوا عليهم وحتى في النكهة وفي كل شي ما فيهمش تمرميد يعني كل واحد يهزلكوا بتاعوا ويبدأ ياكل بلا ما يمرمدوا الحالة يعني كنت قسمت لكم شوي للتقديم والباقي يعني خليتهم في هكا في ليكو بتاوحهم برك وراح نقولكم خباتتي للإشارة اللي بغات يعني تقسمهم كيما هكا لازمك تجمديهم على الأقل على الأقل 4 سوائع ولا خليهم يباتوا ليلة كاملة وفي الصباح تقسمهم ولا العكس ديرهم الصباح وتخليهم في المجمد حتى للعشية تقسمهم هذي هما يا البنات هذي لازمة يعني أنا جربت يعني قسمت حبات بلا ما يجمدوا مليحة وليساعة برك هكا في المجمد يعني تمرمدوا ما تقسموا ليش واحد الحالة ما نحكي لكمش جربوهم يد ناتجوا بنانو هايلين يصلحوا لهكا المناسبات لأعياد الميلاد كل شي يعني يصلحوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته